حبابي والصغيرين اللي في تاني ابتدائي اهلا وسهلا بكم في قناة مستر ماجد ماهر النهاردة ان شاء الله هنبدأ اول فيديو من فيديوهات منهجكم منهج كالنكتو المنهج سهل جدا وبسيط خالص وان شاء الله هنبقى متفوقين في اللغة الانجليزية حدر كشكولك وقلمك اعمل منشا لصاحبك اللي في تاني ابتدائي قول له على قناة مستر ماجد ماهر ويلا بسرعة عشان هنستمتع بالانجليزي يلا بينا نبدأ بيونت وان يونت وان يعني الوحدة الاولى وعنوانها meet my family meet my family يعني قابل عالتي هنبدأ مع بعض بحاجة اسمها family tree family يعني عائلة وتري يعني شجرة العيلة زي ما انت شايف كده في الصورة هنبدأ فوق خالص هنا بحاجة اسمها grand parents grand parents grand parents يعني الجدين اللي هو الجد والجد طب يعني جد grand bar grand bar يعني الجد طب وثيتة اللي هي الجد بقول عليها grand ma grand ma هنا بقى بيجي لي parents يعني parents يعني الوالدين اللي هما بابا وماما بقول عليهم parents parents اللي هو مين father father ومين mother father mother هو father وmother دولة مين parents bravo طيب وي جد وتيتة بقول عليهم ايه bravo grand parents جميل جدا بعد father وmother عندي brother يعني brother اخ brother brother طب واخت sister sister brother sister brother طيب تعال نشوف انها هالتانية عندي عمي او خالي الاتنين يعني لو عمي او خالي بقول عليهم uncle uncle طيب ويه العمة عمتي يعني او الخالة بقول عليها aunt aunt يبقى uncle aunt طب ابن عمي او ابن عمتي او ابن خالي او ابن خالتي او نفس الكلام هنا بنت عمي بنت عمتي بنت خالي بنت خالتي بقول عليهم cousin 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 جميل جدا تعال نشوف مجموعة الكلمات دي احنا بنشرح من كتاب المعاصر وجايبنا الكلمات مرتبين بطريقة كويسة جدا عندي كلمة nurse nurse يعني ممرضة انت او ورايا nurse nurse glasses glasses يعني نضارة wear wear يعني يرتدي scared scared يعني جيبة scared friends friends يعني اصدقاء teacher teacher يعني مدرس look at look at يعني ينظر الى introduce 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 يعني يقدم لما اجي مثلا انا اقدم لك اخويا واقول لك ده فانا كده بعرفك علي يعني انا بقى قدمه ليك دي اسمها introduce jacket اللي هو jacket brown brown يعني بني شاطرين جدا تعال بقى نشوف المحادسة اللي انت شايفها قدامك دي بتبدأ هنا جده ده بيقول good evening good evening يعني مساء الخير good evening good evening فهنا ردوا عليه قالوا good evening يبقى انا لما حد يقول لك good evening الرد بتاعها good evening مساء الخير مساء الخير فالبنوتة الجميلة دي بتقول this is this is my grandpa يعني هذا جدي ده جده this is my grandpa وبتعرف جده برضو بتقوله these are my friends these are my friends هؤلاء اصدقاء بتقولهم مساء يا جماعة this is my grandpa ده جدي وبتقول لجدها these are my friends يعني يا جده دولة صحابي او اصدقائي فهنا البنت الجميلة دي بتقول this is my cousin this is my cousin ده ابن عمي he is five years old جميلة جدا الجملة دي he is five years old يعني هو عنده خمس سنين يبقى أنا لما اجي اتكلم على حد بقول he is وعمره years old يعني مثلا لو بتكلم على اخويا عنده عشر سنين هقول he is ten years old فهنا بتقول لي this is my cousin cousin يعني ده ابن عمي he is five years old والبنت دي برضو بتقول these are my parents these are my parents يعني هؤلاء والدية اللي هما ابي وامي يعني these are my parents جميل جدا طيب احنا خدنا في المحادسة كلمة this is و these are تعالى نعرفهم بالتفصيل احنا بنستخدم this is لما يجي بعديها اسم مفرد this is لما اجي اشاور على حد او اقدم حد بقول this is وبعدها اسم مفرد يعني مثلا بقول this is a watch watch يعني ساعة طيب لكن these بقى بقول these are lions اسم جمعه لان دي are و are بتاخد الجم يبقى بقول this is واسم مفرد these are واسم جم تعالى نخطوهم بشكل مفصل اكتر بيقول لي this is زي ما انت شايف this is بيجي بعديها اسم مفرد زي ايه لما اقول this is my friend this is my friend يعني هذا صديقي واحد بس اخلي بالك مفرد فعشان كده استخدمت this is مرتبطين ببعض this is طيب لو جمع لو جمع بقول these are these are وبعدها طبعا اسم جمع طب تعالى نشوف مساء بيقول لي these are my friends ضف لي اس الجمعة اهي لان هنا بستخدم these are اللي هي معناها هؤلاء يعني خلي بالك انا ما ينفعش اقول this are وما ينفعش اقول this is هي مع بعضيها this is يعني هذا these are يعني هؤلاء بيقول لي خلي بالك ان احنا بنضيف حرف الاس في معظم الاحيان يعني عشان اخلي الاسم جمع زي ما قلنا friend صديق واحد اهي لو ضفت لها اس هتبقى friends جميل تعالى نشوف تطبيق عشان نعرف ان احنا فهمنا كويس بيقول لي اختار كده يا طرح هتكتب this ولا these في ال space او النقط دي نشوف اول جملة مع بعض بيقول لي نقط is my grandpa هتختار ايه يا بطل وقف الفيديو وحاول تحل التمرين لوحدك وعلى كده شغل الفيديو وشوف انت حلت صح ولا غلا يلا نحل مع بعض بيقول لي نقط is my grandpa يا طرح اختار this is ولا this is برافو سمعتك هختار this باقول this is طيب نمبر 2 بيقول لي نقط are my parents اختار هقول this are ولا these are مش الطورة هختار these these are my parents طيب نمبر 3 بيقول لي نقط are my cousin يا طرح اقول this ولا these باقول bravo these these are لاني this بتيجي مع is انما these بتيجي مع are للجم this is للمفرد والthese are للجم طيب تمرين كمان بيقول لي circle مين فاكر يعني circle circle يعني اعمل دايرة the correct answer اعمل دايرة عندي الاجابة الصحة بيقول لي يا طرح تختار this ولا these is my grandma انا عندي هنا is هي is دي مفرد ولا جم bravo مفرد والمفرد بياخد this ولا these شطور بياخد this number two بيقول لي this اختار كده is ولا are my brother adam هقول this is ولا this are شطرة هقول this is طيب number three بيقول لي this ولا these are my grandparent اختار this ولا these شطر these لان عندي are للجامع فابقول these are my grandparent طيب number four بيقول لي this is ولا are my uncles جامع هبدأ بthese فهقول these شطر these are these are my uncle لبقى انا بقول this is زي ما انت شايف وبقول these are شطرين جدا هنا بقى بيقول لي look and read انظر واقرأ هو هنا حد بيقدم علته وبيعرف هم لي واحد واحد تعالا نقرأ مع بعض بيقول لي let me let me يعني دعني خليني يعني introduce 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 يعني اقدم let me introduce my family يعني خليني اقدم لك علتي let me introduce my family بيشور بعد كده بقول لي these these are my هي جي اسم مفرد ولا جام برافو جام these are my grandparents هؤلاء اك daddy زي ما انت شايف في الصورة هنا هو this is my uncle استخدم this is لاني uncle دي مفرد this is my uncle his name is امر his name يعني اسمه his name is امر he wears glasses لابسنا الضارة look at my parents look at my parents يعني انظر الى والدي ابي وامي يعني my father ابي is a teacher مدرس my father is a teacher and my mother وامي is a nurse nurse يعني ممرضة my sister اختي امينة is five يعني is five يعني عندها خمس سنين my sister امينة is five my cousin مونة بنت عمي مونة is eight eight يعني عندها ثمان سنين الج اتش هنا silent and my cousin is six يعني ابن عمي مازن عنده ست سنين شاطرين جدا الضمير هي وشي يا تارا مفرد ولا جمع bravo هي يعني هو وشي يعني هي ولولا مفرد بيقول هي او شي بيجي بعديهم الفعل واضيف لي اس ده في حالة المضارع يعني بقول هي زي ما انت شايف او شي ويرز اخرها اس هي او شي يعني بقول هي ويرز او شي ويرز نشوف مساء بقول شي ويرز جلاسز خلي بالك شي هنا الضمير شي ده بعد مباشرة الفعل زي ما انت شايفه شي ويرز على طول ما فيش فواصل هو ممكن يبقى فيه فاصل اه بص كده هي او شي از اه هنا في از انما فوق ما كانش في از الضمير مفرد بعد دي الفعل مضاف له بقول شي ويرز لكن هنا هقول دفطلها اي ان جي لان في از هقول شي از ويرنج نشوف المسال هي ترتدي جيبة بورتقال زي ما انت شايف يبقى انا عندي لو هي او شي وبعدها الفعل مباشرة بيجي الفعل مضاف له لو هي او شي وبعدها از بيجي الفعل مضاف له اي ان جي شاطرين جدا طيب تعال نشوف احنا فهمنا ولا لا بيقول read and take true for the correct answer يعني هنقرأ والاجابة الصحيحة هنعمل عندها علامة صح number one بيقول لي he is he is a shirt wears ولا wearing عدا عندي is وانا اذا كان عندي is يبقى هاخد الفعل اللي مضاف له bravo is or ing شاطر ing هاول he is wearing a shirt طيب number two بيقول she not glasses يطرأ اقول she wears ولا wear شي مفرد وهي يجي بعدها الفعل مباشرة تانية الفعل مضاف له is هاول she wears glasses طيب number three she not wearing a skirt يطرأ is ولا are هي شي مفرد ولا جام she مفرد طيب المفرد بياخد is ولا are المفرد بياخد bravo is هقول she is wearing a skirt طيب number four بيقول نقط wears a t-shirt هقول they ولا هي عندي الفعل هو مضاف له is طيب انا بضيف للفعل is في حالة ايه المفرد ولا الجمع bravo المفرد طيب مين هنا عندي مفرد they ولا شاطر he wears a t-shirt شاطرين جدا يلا حل مجموعة الاكتيفيتز دي على listen one وهنبدأ ب look and write the missing letter في حروف نقصة زي ما انت شايف هنحاول نكمل اول صورة دي صورة ايه دي صورة ام bravo يعني ام مين فاكر مين يفكرني bravo mother تعال اكتب كده حروف النقصة ويبقى o mother يبقى حرف r mother جميل دي دي عيلة مين فاكر يعني عائلة bravo family تعال كده نشوف الحرف النقصة ف يبقى دي ايه ف family يبقى حرف l family family يبقى نقصة حرف a وحرف l طيب اللون ده لون ايه لون بني يعني ايه بني شطرة brown اذا الحروف النقصة حرف r brown وال n جميل جدا brown brown طيب دي صورة bravo جدو جدو يعني grand grandpa 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 يعني جد شطرين جدا سنة تانية التمرين كمان بيقول read and choose the correct answer هنقرأ ونختار الاجابة الصحيحة number one she is يترى wears ولا wearing a brown skirt is عندي is يبه هاخد الفعل اللي مضاف لي bravo ing هقول she is wearing a brown skirt number two these ولا this is my grandma هقول these is ولا this is شطرة هقول this is my grandma number three this is my this is خلي بالك my cousin ولا grandparents اخير اص زي ما انت شايف وعندي this is يبه هاخد اس مفرد ولا جم bravo اسم مفرد اللي هو cousin number four these are my friends ولا friend are are بيجي بعدها اس bravo جم هقول these are my friends number five these هقول these is ولا are my parents هقول these these مين فاكر شاطر these are my parents لاني دي اس جم استخدم are type number six these ولا this are my grandparents عندي are بستخدم معها these ولا this وعندي parents اس جم هقول bravo these these are my grandparents شاطرين جدا read order and write هنقرأ وهنرتب ونكتب جميل جدا قبل ما نحل التمرين ده بفكرك لو انت مش مشترك في القناة اشترك دلوقته وفعل زر الجاس الكل عشان يوصلك اي درس بنعمله وما تنساش تقول لأصحابك على قناة مستر ماجد ماهر وعمل لهم منشن بالفيديو ده عشان كله يستفيد وكتب لي رأيك في comment ما تنساش يلا بينا نحل بيقول لي is we old five he we years هنبدأ be he الضمير هقول he هقول he bravo هقول he is ايوة he is bravo he is five شاطرين جدا he is five years old he is five years old طيب number two بنقول these these ايوة these are شاطر my friend these are my friends شاطر جدا number three عندي a teacher وfather و my و is هنقول my خد بالك كل الحاجات دي احنا اخدينها في reading هقول my my ايه my ايوة my father شاطر my father is a teacher my father وليدي is a teacher مدرس شاطرين جدا بعد كده بيقول لي look و unscramble and write هنشوف الحروف دي و هنرتبها لان هي مش مترتبة عشان تديني الكلمة المناسبة ده انا بقول عليه ابن عمي مين فاكر يعني ابن عمي او ابن خالي برافو كازن مين يستهجالي كلمة كازن عشان نكتبها برافو كازن كازن يعني ابن عمي او ابن خالي طيب البنوتة دي بتعمل ايه دي بتلبس لبسها wear يبقى ها بدأ بحرف ال w برافو و يبقى w e a r wear برافو يعني يرتدي او يلبس زي ما انت شايف طيب الصورة دي صورة ايه صورة نضارة يعني ايه نضارة برافو glasses مين يكتبها اكتب كده في ورقتك وبص بعد كده على اللي احنا بنكتبه هنقول glasses 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 شاطرين جدا بعد كده بيقول لي read and match a with b يعني هنقرأ a كويس الاول وبعد كده هنقرأ العمود b كويس وبعد كده هنوصل مش هنوصل كده وخلاص تعالى نبدأ b a بيقول لي this is this is اللي بعديها these are these are ده العمود a تعالى نقرأ العمود b my parents my parents my grandma my grandma introduce my family introduce my family يلا بينا نحل هنقول مسلا this is يا طرأ this is my parents لأ أنا عارف ان this is بيجيب عديها اس مفرد مش هتنفع طب this is my grandma this is كده صح this is my grandma يبقى number one هتبقى في بي طيب number two يقول لي these are these are my parents ولا introduce my family هتبقى these are شاطر my parents يعني هؤلاء والدي اللي هم أبي وأمي مع بعض يعني شاطرين جدا طيب بعد كده بيقول لي read and complete هنقرأ وهنكمل عندي الكلمات دي هاخد منها وهكمل في الفراغات اللي انت شايفها دي الكلمات اللي موجودة عندي these nurse father glasses طيب تعال نحل الجملة الأولى بيقول لي my is a teacher يا طرأ my ايه these nurse father glasses هقول my شاطر سمعتك my father my father is a teacher والدي زي ما انت شايف في الصورة is a teacher مدرس طيب نمبر two she wears يطرى she wears ايه زي ما انت شايف البنونة دي لبس ايه these these ولا nurse ولا glasses bravo glasses she wears glasses طيب نمبر ثري not are my grandparents وما اجداد زي ما انت شايف هقول these ولا nurse شطرة these these are my grandparents طيب الصورة دي طبعا عندي صورة nurse فهقول my mother is a nurse يعني والدتي امي تكون ممرضة شطرين جدا طيب عندي بعد كده listen to عندي مجموعة الكلمات دي بسميها greetings يعني greetings يعني التحيات اللي احنا بنسلم بيها على بعض يعني يعني مثلا الصبح بقول good morning good morning good morning اللي بسمعها في الكلاش الصبح اول ما المستر اول ميسي بيدخل بيقول good morning بعديها good afternoon اللي هي بعد الدهر good afternoon good afternoon بعديها good evening دي في المساء بقول مساء الخير يعني good evening good evening good evening يعني مساء الخير طيب بالليل بقى لما تروح تنام بتقول لبابا وماما تصبح على خير يعني ايه good night good night يبقى good morning good afternoon good evening good night عندي برضو مجموعة الكلمات دي عندي كلمة sky sky يعني السماء زي ما انت شايف sky sky اللي بشوف فيها moon moon يعني الامر زي ما انت شايف والsun sun يعني الشمس طيب طيب لما الشمس بتشرق يعني لما انا بقول الشمس بتطلع يعني بقول comes up comes up يعني تشرق زي ما انت شايف الشمس طلع هاي comes up comes up يعني تشرق الشمس بتطلع طيب بقول الشمس لما تغرب بقول goes down goes down comes up تشرق goes down تغرب comes up goes down وعندي كلمة day يعني يوم day يعني يوم تعال نشوف التنورين دا على listen to بقول لي choose the sun goes down مين فاكر يعني ايه goes down شاطر goes down يعني تغرب بتنزل يعني in the يطرق afternoon ولا evening الشمس بتنزل بعد الظهر ولا في المساء شطرة in the evening في المساء طيب number two the يطرق sun ولا moon is in the sky at night يعني at night at night يعني في المساء بشوف ايه في المساء sun ولا moon شطور moon الامر طبعا طيب number three بقول لي the sun is in the sky in والآت the afternoon يقول the sun is in the sky afternoon بيجي معها in والآت خد بالك كل اوقات بيجي معها in معادة night بيجي at زي ما انت شايفه at night لكن كل الاوقات بيجي معها in فهقول in the afternoon طيب number four the sun comes up ولا goes down in the morning the sun comes up يعني تشرق وgoes down يعني تغرب الشمس بتطلع ولا بتنزل in the morning الصبح طبعا الشمس برافو comes up بتشرق طيب read وorder and write هنقرأ ونرتب ونكتب عندي الكلمات اللي موجودة morning good وصار هنبدأ good هقول good good صارة ولا good morning برافو good morning صارة يعني صباح الخير يا صارة good morning صارة number two is at night the moon the sky in هنبدأ بكلمة the moon هقول the moon ايوا برافو is شاطر in the sky the moon is in the sky at night الامر بيبقى in the sky في السامة كده at night بالليل the moon is in the sky at night شاطرين جدا read and complete هنقرأ الكلمات دي وهنكمل بها الكلمات اللي موجودة عندي moon morning goes down number one بيقول the sun comes up in the برضو نفس الكلام وقف في الفيديو وحاول تحل التمرين وبعد كده قارن الحل بتاعك بالحل اللي بنحله مع بعض يلا نحل بيقول the sun comes up in the comes up يعني تشرق الشمس بتطلع in the moon ولا morning ولا goes down شطرة in the morning الصبح الشمس بتشرق الصبح طيب number two the is in the sky at night at night يعني بالليل ايه اللي بيبقى موجود في السماء at night بالليل moon ولا goes down طبعا moon الأمر طيب number three the sun نقط in the evening the sun طبعا goes down يعني بتنزل بتغرب in the evening في المساء شطرين جدا عندي بعد كده بيقول look هنقرأ ونرتب الحروف دي هو جايب لي اول صورة دي صورة الامر مين فاكر يعني ايه امر امر يعني برافو moon m o n دي صورة الليل فبقول عليها ايوة night night خلي بالك ال g h هنا silent night night يعني الليل طيب و دي صورة طبعا الشمس شمسي يعني sun ساني بي عندي الكلمات moon night ال g silent وكلمة sun يعني شمس شطرين جدا ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة لو انت مش مشترك في القناة انزل اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس الكل عشان وصلك كل جديد بنعمله وعمل لايك وعمل شير للفيديو وكتب لي رأيك في كومنت رأيك اهمني جدا فما تنساش تكتب لي رأيك في كومنت واستنوني ان شاء الله في فيديوهات جاية باي باي